اشتركوا في القناة والنقلة التي تشهدها المنطقة في الخدمات الإلكترونية مما يخلق تحديات أمنية جديدة مضيفا أن العمل المشترك خلق أفاقا جديدة للتعاون في مجال الأمن السيبراني مما يعد دافعا لتعزيز التعاون والتصدي للتحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأمنية للمنطقة وأنوها الشيخ عبدالله بن راشد بالتعاون المشترك بين مملكة البحرين والجهات الأمريكية وبالتعاون مع الدول المعنية لبناء التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية التي تلعب دورا مباشرا في حماية استقرار أسعار الطاقة العالمية مشيرا إلى النهج الحكيم الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المعظم يده الله لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواصلة الجهود الدولية في تعزيز الأمن على مستوى المنطقة ترجمة نانسي قنقر